الركن الأول من أركان الإسلام أول لنه الركن دا إسلام دا أركانه شهادة اللا إله إلا الله أي لا أحد يستحقن يعبد إلا الله دا دي خبري قواهي واركولش لا إله إلا الله معناه دا 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 تهيس سوق دا دي مستحق ندي تا عبادتي وشي مغر صرف يو الله نعم أكفر بجميع ما عبد من دون الله وثبت العبادة إلا أحد لا شريك دا اللحنا بغير جا دا هر جا عبادت كيغي أغا طولو تا كافر ويم أو صرف الله رب العالمين عبادتكم كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة دا هر هر هغشي عبادت جا دا اللحنا بغير كيغي دا غي عبادت باطلة والذي يستحقن يعبد هو الله أغ مستحق دا عبادت جا دي أغا صرف الله رب العالمين لا إله إلا الله بناء دا لا إله إلا الله ويل دا أساس دي بنياد دي هذا البناء يقوم على ركنين على عمودين هذه البنية تتعلمون بشكل دائما العمود الأول تنفي تكفر بجمع معبد من دون الله أولا لا تتعلم بشكل دائما لا تتعلم بشكل دائما العمود الثاني تثبت العبادة لله وحد الله شريك دائما تتعلم بشكل دائما صرف الله رب العالمين تثابته شريك برصر النجور نشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يكذب السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذن يشهد أنه عبد ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وicaid يشهد أنه رسول وله تقذب عبد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به ونشتنب نبتعد غاية البعد عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وأن لا نعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نتبع ولا نبتدع والله أعلم أو عبادت بدا الله رب العالمين بها طريقة بان دي كوجه كما طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم راود دا اتباع بكو بلك بدعد بنا كو